فوجي أهالي القرى الحدودية في منطقة سهل عكار بنفوق عدد كبير من الأسماك النهرية التي طافت على وجه مياه النهر الكبير في ساعات الصباح الأولى الأهالي عمدوا إلى جمعها بكميات كبيرة وسط مخاوف من أن تكون مسممة خصوصاً معلومات جرى تداولها عن اقدام مجموعة مسلحة على رمي كميات كبيرة من الزيت في النهر الكبير ما أدى إلى نفوق الأسماك أهالي بلدة حكر الظاهر يأكدوا أن كارثة بيئية حلت بالثروة السماكية في النهر من جراء نفوق الأسماك وهذا معناها القضاء على القوت اليومي لعدد من المواطنين الذين يعتمدون على صيد الأسماك اعتماداً كلياً وطلب الأهالي وزارة الصحة بالكشف على الأسماك في النهر ومعرفة سبب نفوقها لفتين إلى أن المشكلة نفسها ستكرر سنوياً في موسم قطاف الزيتون من جراء رمي زبار الزيتون والأوساخ في النهر ما يؤدي إلى ارتفاع نسب التلوث ونفوق الأسماك تالياً